أبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحة فضاه الله ورعاه ببرقية شكر إلى صاحبة الجلالة الملكة الإيزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره وشكره على مادوبة الغداء الخاصة التي أقامتها جلالتها على شرف سموه بمناسبة زيارته للمملكة المتحدة الصديقة ومشاركته بترأس المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سوريا والمنطقة والذي استضافته المملكة المتحدة الصديقة وعلى ما حظي به سموه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدا سموه باللقاء الأسري الذي جمع سموه مع جلالتها ومع صاحب السمو الملكي دوغ أمبرا الأمير فيليب ومثمنا عاليا حكمة جلالتها والمكانة السامية التي تتبوأها على المستوى الدولي والتي امتدت لأكثر من ستة عقود مقدرا سموه هذه البادرة الكريمة التي جسدت عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والتي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة متمنيا سموه لجلالتها وللأسرة الملكة الكريمة موفور الصحة والعافية وللملكة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديقة كل الرقي والازدهار ترجمة نانسي قنقر